موسيقى يا هلي أمية هلي طلابي طلاب الصوف الثاني متوسط أهلا وسهلا بكم بهاي المحاضرة الأولى اليونت الثالث بعد ما خلصنا اليونت الثاني وشرحناها بطريقة جدا مميزة خليها بالك لازم تكمل محاضرات اليونت الثاني بالصورة الصحيحة يعني نتكمل قواعديا القطع المطلوبة قطع الستوري تايم التمارين والإنشاء عالم وتاخد المئة مليون بالمئة خليها بالك اليوم أول محاضرة لدينا بليونت الثالث موضوعنا كل مهم يعني اليونت الثالث متعلق بهاي المحاضرة إذا افتهمت هاي المحاضرة انت افتهمت اليونت الثالث كله كل مواضيع اليونت الثالث متعلقة بهاي المحاضرة أريدك تضبطها وياه اليوم موضوعنا اسمه سبورت سنتر يقصد بها مركز الرياضة خليها بالك مركز الرياضة ومركز الرياضات هذا الموضوع كل مهم سبورت سنتر يقصد بها شنو مركز الرياضة شنو مركز الرياضة خليها ببالك هذا الموضوع متعلق بثلاثة فعال ذنة ثلاثة فعال إلا ضبطتين وذنة ثلاثة فعال إلا مجموحة سيخ بالعزمنة ركزوية أول شي راح ناخذ القو أول فعل القو وعندك play وعندك ذنة ثلاثة فعال اليونة ثلاثة متعلق بذنة ثلاثة إذا ضبطتين وينتهي اليونة ثلاثة كلها عندك أول شي رد نعرفين شنو ذني عندك القو عندك القو تستخدم ويامن مع الرياضة الفردية تذكر استخدام ويامن وهي الرياضة الفردية تذكر وأغلب كلماتها منتهي بال-ing تذكرها راح تفيدك أول شي عندك القو تستخدم مع الرياضة الفردية وأغلب كلماتها منتهي بيمن بال-ing يعني شنو أغلب كلماتها منتهي بال-ing يعني تستخدم ويالرياضات المنتهي بال-ing كالرياضة تلقي نهايتها ing تذكر القو تشتغله وياها استهمت الفقرية خاف تجيك اختيارات من الأفعال إن شاء الله من خلال المحاضرة راح تبين عندك باول إذا لقيت الرياضة وين ألقيها؟ تلقيها مباشرة بعد الفراغ أو بعد القوس راح تلقي الرياضة إذا لقيت الرياضة منتهي بال-ing الرياضة منتهي بال-ing تذكر هنا أنت شو تسوي راح تختار شنو تختار ال-go تختار ال-go في ثمتين فكرة زين عادة البوكسنج البوكسنج معنات الملاكمة هاي منتهي بال-ing بس هاي صح منتهي بال-ing ما راح تشتغل-way-go ما راح تشتغل-way-go تذكرها بس هاي الرياضة صح منتهي بال-ing بس ما تشتغل-way-go زين هاي افتهمنا هسا شنو ال-go لما نجي نجي عندك play يقول لك تستخدم مع الرياضة التنافسية يعني خليها بالك تستخدم البلاي مع الرياضة التنافسية اي رياضة جماعية افتهمت الفكرة واغلب واغلب كلماتها تنتهي اذا لقيت رياضة منتهية بال-pull بال-s بال-is بال-l-f تذكر اذا لقيت رياضة منتهية بلني دائما عندك play تشتغل وياها استعملت الفكرة رياضة منتهية بلني عندك play تشتغل وياها زين بالنسبة عندك do تستخدم مع الرياضة الفردية هم رياضة فردية واغلب كلماتها لا تنتهي لا تنتهي تنتهي بمن بال-pull وال-ing يعني خليها ببالك اذا لقيت رياضة ما منتهية لا بال-ing ولا بال-pull يعني اقصد ذنك كلهن افتهمت الفكرة اذا لقيت رياضة ما تنتهي بين ذنك كلهن تذكر do تشتغل عندك افتهمت الفكرة شنو power ال-go تستخدمها ويا من ويا الرياضات المنتهية بال-ing عدل بوكسي كل الرياضة المنتهية بال-ing تذكر go تشتغل وياها زين play تشتغل ويا الرياضات المنتهية بي من ذن المقاطع اي رياضة تلقيها منتهية في هذا المقطع play تشتغل عندك do عكسي اذا لقيت رياضة ما منتهية لا بال-ing ولا بال-pull ولا بذن المقاطع تذكر do تشتغل عندك افتهمت الفكرة استاذ قل لي استاذ افتهمتها نزيل نتجي لشي المهم لشي المهم ذني go play يتغيرا على حسب الزمن يعني اذا كان زمن مضارع بسيط تتغير شكلهم اذا كان عدي مثلا ماضي بسيط تتغير شكلهم اذا مضارع تامي تتغير شكلهم اذا بال-use two يتغير الهن استخدامات زين اراح نجي للقواعد القواعد دائما يمركزون عليها بالتمارين ويركزون عليهم بالأسئلة الشهرية زين نجينا واحدة واحدة هسا بعد ما افتهمت لدنة ساريدك تفتهم لدنة زين عندك القواعد حاول تكتبو ايه اذا ما عندك ملزمة القاعدة الاولى اول شي عندك قاعدة الاولى نستخدمها قاعدة الاولى قاعدة الاولى اذا وجدنا الذكر اذا وجدنا كلمة every هاي ال every اذا وجدنا كلمة every او ظروف التكرار التكرار اذا لقيت كلمة everyone تلقيها بالجملة او تلقي لك ظروف التكرار انت ما اخذنا سابقا aways sometimes 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 usually اذا وجدت ذنة ثنين اذا لقيتهم راح تشتغتم قاعدة المبارع قاعدة المبارع دعنا ذكرك بها تذكرون قاعدة المبارع اذا لقينا ال he او الشي او ال it او اسم مفرد تذكرها مو زاد هسا راح اكمل لك القاعدة واذا لقينا the اي ال we ال u ال i او اسم جمع اسم جمع تذكر هاي القاعدة مو زاد ادنى زاد هاي القاعدة قاعدة المبارع تذكرها مو زاد لعبة زاد تكمله هاي القاعدة قاعدة المبارع تذكرها مو باوا ال go و do و play ما يبقى النافسة حولا على حسب زمن الجملة ايشون يعني اذا لقيت الفاعل he و she و it او اسم مفرد بزمن المبارع البسيط ال go باوا و do و play باوا play تبقى نفسها زاد اسم اللعبة من يقولك زاد اسم اللعبة يعني تذكروا اياي اكو لعبة بيها باوا ذني الثناتين اشتغلوا يامن واللعبات اللي بيها ing و ذني اذا ما لقيت لعبة منتهية لا بال ing ولا بالبول و ذني اذا لقيت المقافع اللعبة منتهية بالبول بال s is باوا زاد اللعبة اللعبة قوة طيكية زاد تكملة خلنا نطيك جملة على المودة علمك شو راح يجيك بالامتحان باوا مثلا الاستاذ جام لك جملة قل لك احمد طاق فعل بين قوسين do قل لك هذا الفعل do قل لك jo do every Tuesday evening evening باك جملة hitch الاستاذ بالامتحان الاستاذ جام لك correct the verb صحيح لهذا الفعل اول شي انا من لقيت do ولقيت بعدها شنو لاحظ هال البعدة شنو جودة رياضة صح لو لا ذكرت هذا الموضوع مالتنا زيد وباواعت هناش لقيت كلمة every الى every تعتبر شنو دلالة المن المضارعي البسيط و انا قلت لك اذا لقيت كلمة every حل بهاي القاعدة ها زيد نيش نحل بهاي القاعدة شو تقول المنجة اجل الفعل احمد احمد شنو اسم مفرد صح لو لا انزله احمد شو تقول لقيت انا لقيتها بين القاعدة شنو شو تقول لقيت دو صح لو لا اذا شو صار عدي صار عدي دازة اقول دازة ها فتهمت الفكرة فتهمت الفكرة احمد دازة احمد لازم شنو دازة مو دو دوش وقت ان نستخدمها ذلك انا هذا الفاعل مالتنا ها فتهمت الفكرة زاد اسم اللعبة هاي اللعبة المطينية ها هو جودو every الى اخر و خلينا فتهمت الفكرة و انت ما دام الاستاذ قال لك صحح الفعل انا ليش كتب لك الجملة على مدل التوضيح بينما الاستاذ بذا قال لك صحح الفعل انت تذكر ما دام لقينا هذا اسم مفرد الفعل مالتنا نضيف لها شنو نضيف لها اس لان من تهيب لها ها تهمت الفكرة يعني تمشي على هاي القاعدة تحاول تدو الى دازة ها زيان بالابتحان للأستاذ مرات لا ما يجب لك هيد شي الاستاذ نفس الجملة يضيك يا يضيك يا على شكل اختيارات شون باوع شي يقل لك الاستاذ يقل لك احمد يطيك اختيارات يقل لك داز جوز او يطيك بلايز جوهدو افري تيوز دي ابني الاخري باوع الاستاذ اطيك اختيارات هنا قل لك اش تختار قل لك اش تختار قل لك اش تختار داز جوز بلايز شو تقول لك اش تختار ها تقل لك اشتارت هنا انا نشتند على اللعبة موجودة بعد القوس هذا هاي اللعبة منتهية بال ing باقيت لها لا ما منتهية اذا قلت هاي ما رايح تشتغل عندي ها هاي اللعبة منتهية بال بال اس الف لا اذا قلت بلايز ما تشتغل عندي اذا اش تشتغلها داز اختار ها فتنت الفكرة على هذا السيستم تبشي هاي بالنسبة عندك القاعدة الاولى القاعدة الاولى القاعدة الثانية القاعدة الثانية القاعدة الثانية قاعدة المبارع التام باوا تستخدم هاي القاعدة القاعدة الثانية نستخدم ليه من قبل اذا وجدنا اذا وجدنا بالجملة تعتبر شنو دلاء الذني الفور تذكرها سينس والنهر اذا لقيت ذني والموجودات بالجملة راح تستخدم قاعدة المبارع التام قاعدة المبارع التام وهي الفوق قاعدة المبارع البسيط ها فتنت الفكرة زي نجي ناخف القاعدة القاعدة تعرفوها تمال زمن المبارع التام اي والشي والات او اسم مفرد اسم مفرد وعندك الدي الوي اليو الاي اسم جمع اسم جمع هنانا اش راح تستخدم تستخدم الهاز وهنا تستخدم الهاز صح لو لا بعدهن زاد يجيك عندك القو صار عندنا قون ودون وعندك بلاي وهنا نفس الحالة قون دون بلاي زاد اسم اللعبة اللعبة تكمله هاي القاعدة الثانية قاعدة المبارع التام اش وقت نستخدمها اذا لقيتنا بالجملة نفا سينس فور اذا لقيتنا راح تستخدم قاعدة المبارع التام ركز وياي بو باوع القان بدون نضي شفت ما ف錢 تغير الشكلاهن بس هي تبقى نفس سينس línea رياضات منتهي بالار马 دون رياضات لا تنتهي بال بالبال والالانج بدون ن quot نفسي هي نفسي system بس دني عشكالين يتغيران على حسب الزمن بس يوقع نفسي نفسي طريقة العمل والاستخدام نزيل ناقب جملة مثل الإستاذ بن امتحان جاب لك جملة هو يعبنا جملة بهذا الموضوع يعني ناقب جملة مثل الإستاذ بن امتحان جاب لك جملة قل لك I never play طاني البلاي بين قوسية volley pull زين بفور طاني تكمل اللي الجملة قل لك I don't I don't know what to do طاني الجملة هي تشل الإستاذ بن امتحان جاب للي صحيح لهذا الفعل الفعل الموجود بين قوسية زين أنا ملقيت هذا الفعل ولقيت بعدها رياضة ذكرت هذا الموضوع لاحظ الرياضة منتهي بيمان بالبول زين البلاي تشتغلوا ياهل بس الإستاذ قل لي شنو صحيح هذا الفعل علمنا صحيحها الصحيحها الزمن الموجود به بوعيتش لقيتها أنا لقيت النظر قلت زمن جملة مالتنا شنو مضارع تام إذا الإستاذ قل لي صحيح هذا الفعل بزمن المضارع التام أرجع القاعدة مالتنا لقيت الآي ما دام لقيت الآي شي استخدم استخدمه الهاف أقول اي هاف النفر دائما ننزلها نفسها بعد الهاف النفر وهذا الفعل ما دام لقيت بابا هاف بلاي سرعة دي بلايت بتاهمت الفكرة شنو طلاب من العزاء هذا المام متعلق عندك القاعدة الأولى والثانية زين روح نيوك للقاعدة الثارثة حاول تكتب لدن إذا ما عندك ملزمة حاول تكتب لياهن عندك القاعدة الثالثة أنا سويت لك يا نهيتش على موت تفهم هذا الموضوع يعني هذا الموضوع عليها تمارين إلا بهاي الطريقة اللي تفهمها خليها بارك عليها هو يتمارين وتمارين دائما لأساته يرغزون عليها زين القاعدة الثالثة يقل لك إذا وجدنا قاعدة الثالثة يقل لك إذا وجدنا يا هنة عندك بين قوسين عندك هذا الموضوع أو هذا الموضوع هذا الموضوع تذكر إذا وجدني هذا الموضوع أو هذا الموضوع تذكر ستستخدم قاعدة قاعدة المغارع المستمر خلنا ذكرك بها الهي والشي والإت أو اسم مفرد اسم مفرد وعندك الثالثة الوي اليو الآي أو اسم جمع اسم جمع هنا زائد تذكر هنا عندك الإس زائد بعدها نستخدم go don play وهنا نفس الحالة آم أو تستخدم زائد هم نفس الحالة gone don play زائد لعبة تكملت الجملة هاي القاعدة قاعدة المبارع المستمر زين ايش وقت تستخدم هاي القاعدة ذالي قيلت بالجملة this afternoon أو this evening افتهمت الفكرة زين زين ركز وياي نخبرنا جملة على مدى نطبق عليها قل لك I go swimming طاني الجملة هتي this afternoon طاني الجملة هتشي بالامتحان لاحظوا اياه ايش قل للإستاذ وياها تكملها هنانا راح تاخدها بالتماريد بس انا ركزت على هاي قل لك الإستاذ صحح هذا الفعل قل لك correct the verb قل لك صحح ان هذا الفعل الموجود وين بانقوسيا زين قل للإستاذ صحح لي اول خطوة بوايتلي القوليات بعدش انه لعبة ذكرتك هذا الموضوع مالتنا من تل go بعدها لعبة do بعدها لعبة play بعدها لعبة هذا الموضوع لي بس هنا من قل لك الإستاذ صحح الفعل لازم تحدث زمن الجملة زين من لقيت this afternoon ذكرت هذا يا هو قلت لازم أحلق قاعدة المضارع المستمر مضارع المستمر على حسب هاي القاعدة الفاعل مالتنا لقيت ما دام لقيت قلت استخدم إذا لقيت دائما استخدم باقي الضمار تستخدمه قلت I am وهذا الفعل شو سوي لي باوع مستخدم تنقم هذا الفعل go شو صار عدي go ها افتهمت الفكرة بعدها شو سوي أكتب بقية الجملة الإستاذ هو قال لي صح الفعل تقدر تكتب له فقط هذا H على مودي توصل للفكرة زين هذا بالنسبة عندك القاعدة الثالثة عندك القاعدة الرابعة قاعدة الرابعة قاعدة الماضي حاول تكتب له ذلك نحن مدروحاني في القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة لاحظوا يقلك رابعا إذا وجدنا كنا بين قوثيا Last or yesterday إذا لقيت ذنه بالجملة نستخدم قاعدة الماضي البسيط الماضي البسيط خليها بالك إذا لقيت last or yesterday تذكر قاعدة الماضي البسيط تستخدمها زياد خلينا ذكرك قاعدة الماضي البسيط قاعدة الماضي البسيط قدك الفاعل بشكل عام الفاعل يزيل نفسيته زاد بعد الفاعل راح تستخدم تستخدم القوصر عندي وينت فهذا شكلها وعندي دوسر عندي فهذا شكلها وعندي هذا شكلها تذكرهن زاد لعبة لعبة زاد تكمله هاي القاعدة قاعدة الماضي البسيط بوع شو نغيره قاعدة أشكالهن القوصر عندي وينت الذكاهة وراه شنها ملعبة باوي عدو صارت عددت عادة ما لك مشكلة كل وعدة بقت على نفس استخدام مالتها على نفس اللعبة شروط اللعبة افتامت المو زاد قاعدة قاعدة دو بين قوسين قاعدة جودو فور فري فور فور فري فور فري فور فري فورز فورز يسترتي الاستاذ قطاني جملة قل لي صحح هذا الفعل قل لي صحح لهذا الفعل نزيل هذا الفعل اللي قيت بعدها ملعبة جودة نزيل ذكرت الموضوع مالتنا الاستاذ قل لي صحح ليها حددت بس با واعت لقيت فيها يستبدأ ذكرت القاعدة قاعدة الموضوع راح اطبق عليها زي الفعله نزله على حسب القاعدة الدو شصي عندي صي عندي هاي دد باو القو صار هذا شكلها بالماضي والدو صار هذا شكلها والبلاي صار هذا شكلها طبتانها ايدي راح يصر عندي اقول اي دد اي دد وكملت الجملة ها تمت الفكرة او ربما ها نفس الجملة يجب لكيها الاستاذ اغير لك شغلة بيها اقول لك اي دد لو وينت لو بلاي نفس الجملة جودة راح يش تختر استاذ اختارL de اقول لك لي اشيين اللعبة هاي لا منتهي بالانجي اذا هاي ما تشتغل عندي ولا منتهي بال PALL بال الدبل اس بالIs بال ALF يشتغل عندي اذا هاي تشتغل عندي ها تظنفت الفكرة شنو زي هاي بالنسبة عندك Полقاعدة الرابعة عندك القاعدة الخامسة القاعدة الخامسة بهذا الموبوا قاعدة رقم خمسة ب행ا اذا وجدنا بين قوسيا الوين هاي الوين اذا تربط هاي اذا وجدنا الوين بالجملة قبلها ماضي مستمر خلنا فهمك بالوين هاي الوين جود سابقا ما اخذها اذا تربط تربط بين زمن الماضي البسيط والماضي المستمر شرحتك اذا كنت بالمحاضرات السابقة تذكرون مرات يكون موقعها وين يكون موقعها بالبداية يكون مرات يكون موقعها وين وسط الجملة يعني بالنص خليها بالبالك الوين الجملة البعدها الجملة البعدها الجملة البعدها هاي الجملة تنحل ماضي بسيط خليها بالبالك والجملة تبقى ماضي مستمر تذكر موقعها انت من تشوف الوين موجودة تذكر موقعها الجملة البعدها ماضي بسيط اذا كانت بالبداية والجملة تبقى هي الماضي المستمر احنا شغلنا وين بالماضي المستمر وذا كان موقعها بالنص الجملة القبلها دائما إذا كان موقعها بالنص الجملة القبلها تكون عدي ماضي مستمر والجملة تبقى عدي ماضي بسيط تذكر باور وين الماضي المستمر إذا كانت من البداية الجملة البعد الفارزة تذكرها الجملة البعد الفارزة تحلها ماضي مستمر وإذا كان موقعها بالنص الجملة القبلها تحلها ماضي مستمر زي نجي للقاعدة مالتنا القاعدة مالتنا شا تقول باور شا تقول الهي والشي والإت والآي ضمير الآي او اسم مفرد اسم مفرد وعندك الزي الوي اليو اسم جمع اسم جمع ذني باور تستخدم هنا الواز وهنا تستخدم شنو الوي بعدهن زاد عندك هنانا gone don't play هنا نفس الحالة بعدهن زاد gone don't play مباشرة بعدهن لعبة تكملت الجملة هاي القاعدة الرئيسية قاعدة الماضي المستمر شو وقت نستخدمها اذا لقينا الوين موجودة بالجملة زي لاحظوا ايه هاي الجملة اشقل لك قللك the boys the boys مطين الفعل بين قوسين play فيتبول قللي on the peach on the peach اشقل لي قللي وين it started الاخري الاستاذ بالانتحان جاب لي هاي الجملة اشقل لي قللي correct the verb يعني صحح لي هذا الفعل زي لاستاذ من قللي صح هذا الفعل play بين قوسين ذكرت اول شيء play ولعبة ذكرت هذا الموضوع مالتنا بقى شنو تحديد القاعدة الرحل بيها باعتلي الجملة اش لقيت بيها لقيت بيها الوين هاي قلت الوين ما دام اجت بالنص الجملة القابل هاي يعني هاي الجملة بيها الفعل راحل لشنو ماضي مستمر ماضي مستمر اجل للقاعدة the boys اسم جمع the boys قلت لك اذا لقيت اسم جمع هنانا داما اذا لقيت اسم جمع استخدم شنو الوين اقول the boys where باوا استخدمت ال where وهذا الفعل شن سوي لي مادام استخدمت ال where صور عندي شنو play ها افتهمت الفكرة شنو هستاذ قللي استاذ افتهمتها سيد بقى عندنا قاعدة اخيرة قاعدة اخيرة حاول تكتب لي ذن اذا ما عندك ملزمة ولو المحاضرة شوي طويلة بس هي هاي كل شي يعني ما قدر اصول لي كيها بغير هاي الطريق على ما تفهم جميع التمارين الموجودة على هذا الموضوع شرحت لك بشكل تفصيل يعني زين بالنسبة عندك اخرا قاعدة اليوز تو زين عندك قاعدة رقم ستة يقلك اذا وجدنا بين قوسين البوت ناون هاي البوت ناون متلقيها بالجملة نستخدم قاعدة خليها بالك قاعدة اليوز تو اليوز تو هاي قاعدة اليوز تو شو وقت تستخدمها اذا لقيت بالجملة بوت ناون اذكر اذا لقيت بالجملة بوت ناون نستخدم قاعدة اليوز تو قاعدة اليوز تو شو تقول باور لاحظ تقول فاعل بعد الفاعل تستخدم اليوز تو بعد اليوز تو تيجي عندك جو دعين oh feel it will go play do بعدها لعبة بعدها تكملة الجملة هاي الغاعدة قاعدة اليوز تو زين شو وقت تستخدم هاي القاعدة ذلك يجب الجملة باتنا هون لاحظوا يا اي 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 سوري اي قاعدة اليوز تو But now I don't have I don't have الآخر الثاني جملة هيتش في الامتحان قل لي correct the verb قل لي صحح هذا الفعل يا فعل هذا الموجود أول خطوة لقيت القو لقيت بعدها شنو رياضة منتهي بيمن بالإنج صح لو لا زين قلت هاي القو يعني هذا الموضوع مالتنا زين الأستاذ قل لي صحح هذا الفعل بوقعت لي جملة شيء قلت بيها لقيت بيها but noun قلت إذن أستاذ مقاعدة use to أنزل الفاعل بعدها زاد أكتب use to use to بعدها أي فعل من دني ألقي نزل نفسيته لقيت القوة نزلت نفسه ها بعدها تبقيت الجملة خلينا نقطع طلبنا لأعزاء هذا كل ما متعلق عندك بهذا الموضوع كل ما متعلق عندك بهذا الموضوع كل موضوع أنا مطيق لي أمثلة لاحظ أنا قاعد أحل لك مثال واحد بس باقي كله وين موجود عندك بالملزمة كل مثال تلقي موجود بالملزمة حاول تنقل المثال وتحل أنتك كل مثال تحل أنتك كل مثال تحل أنتك خليها بالك إذا ربطت وياي هذه المحاضرة والقواعد التي تطايتك موضوع كله ينتيع عندك خليها بالك زين بوقع عندنا موضوع اسمه زائد فعل مصدر زائد تكملة انتك نشرح ليها بشكل سريح هذا الموضوع خاف يجلبو لك إيها بالامتحان باقي عند قاعدة هاي هاي لائك تو زائد فعل مصدر زائد تكملة هاي القاعدة دي بارك من عدها خافي يقولك يا بالامتحان على شكل اختيارات الذكر وديو لائك تو بعد تو لازم في شنو اكون فعل مصدر والقاعدة الثانية نفس القاعدة هم ايد لائك تو زائد فعل مصدر فعل مصدر زائد تكملة نقطة هاي القاعدة الثانية شنو في ايدتهم داني دائما بالامتحان خليها بالك بالامتحان يجيبوا لك هذا الموضوع على شكل اختيارات شون حاول تكتبوا يا داني القاعدتين على مدنة في طريقة الامتحان بالامتحان ما يتبعدون عن هاي الطريقة اذا اجابوا هذا الموضوع يا موضوع هاي باوة شكال لك هنا لاحظ شكال لك هنا would you like to من لقيت اختيارات بين play و go وليقيت شنو لقيت قبل القوس مالتك لقيت would you like to لازم تختار الفعل المصدر الفعل المصدر هاي وحده الوحدة الثاني هسا هو مضين اختيارات بين play و go قال لي اختار لي شو تقولي شو انا اختار أطعنا اختيارات بين الـ Go بين Play و Go شختار شو تقول أستنت على اللعبة أروح بعد القوس بشكل مباشر لقيت تنس هاي اللعبة تنس منتهي بالـ ING لا إذاً الـ Go ما راح تشتغل عندي تشتغل عندي Play مرات هي نفس المثال يقلك Play Low Playing يعني يقلك Play Low Playing أنت دائماً إذا لقيت قبل القوس مالتك Would you like to دائماً يكون اختيارك الفعل المصدر ويكون ما بي لـ ING ولا S فتهمت الفكرة زيلاً الآن اختيارات هنا نلاحظ Would you like to play logo اختاره to play أستاذ قل لي أستاذ ليش موايب ورافع المصدر ليش اختاره to play ليش موايب وحثها لا الركز يوهاي Would you like بعد اكون اختيار بالقاعدة شنو التو هاي التو هاي الموجودة ضمن الاختيار لازم اختار التو وزائد انفعل ها فتهمت الفكرة وبالنسبة هنا قل لي I'd like to do low play اشتغلتها الـ play هاي الكلمة منتهي بالـ ball لا بالـ double S بالـ IS بالـ ALF لا إذن play ما تشتغل تشتغل عند الدو فتهمت الفكرة طلبنا العزاء هذا كل ما متعلق بالمحاظرة مالتنا شاء الله كوني استفادتوا مع عدها وإن شاء الله نشوفكم بالمحاظرة القادمة في مال الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة